إلى سياق آخر كشف وزيروان سياحة وصناعات تقليدية عبد القدر بن مسعود كشف عن منح تسهيلات جديدة لفائدة المستثمرين الخواص بغرض زيادة عدد المرافق السياحية خاصة بالمناطق الجبلية وأكذا بالولايات الجنوبية وأوضح بن مسعود أن 45 مشروع دخل حيز الخدمة مؤخرا بولاية أدرار لاستقطاب أكبر عدد من السياح بالمنطقة جليل بالحج وصدت التالي فيه تسهيلات كبرى بالنسبة للإستثمار صحيح فيه نقص في المرافق السياحية على مستوى أقصى الجنوب ونحن بسدد منح تسهيلات كبرى للمستثمرين فولاية أدرار كما قلت فيها حوالي 120 فندق استلموا منها 45 فندق هذه السنة وفي سياق الناديسلة أكد الوزير بن مسعود أنه سيتم تسليط عقوبات صارمة في حق أصحاب الفنادق المتقعدين مشددا على ضرورتها التبليغ في حال وجود تجاوزت نفذ عليهم أقصى العقوبات بأن الرهان رهان النوعية ورهان الخدمة ورهان أن السياحة اسمعنا في كل الأجنحة التي شفناها الإنفجار لقطاع السياحة على مستوى الجزائر الآن